موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود أصبحت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية تعصف بالمجتمعات العربية بشكل مخيف فالتغيرات التي كانت تستغرق عقودا من قبل أصبحت الآن لا تأخذ سوى سنوات أو ربما حتى أشهر فقد انقرضت الطبقات الوسطى في معظم المجتمعات العربية وأصبحت هناك طبقتان لا ثالثة لهما طبقة الغنى الفاحش التي لا تمثل سوى النصف في الماء وهي عادة ما تملك الثروة والسلطة وطبقة الفقراء الذين يتدرجون في مراتب الفقر من الفقر المستور وحتى الفقر المتقع والغريب في الأمر أن بعض فئات المجتمع الرئيسية مثل الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات ومن هو في مستواهم أصبحوا يندرجون الآن في مراتب الفقر في بعض الدول العربية بعدما أصبحت دخولهم لا تكفي حاجاتهم الأساسية وهذا ما ينبئ بالشر الخطير والويل المستطير وفي هذه الحلقة نحاول قراءة هذه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالمجتمعات والشعوب العربية ونبحث عن المخرج مع أحد أبرز المؤرخين الاقتصاديين والاجتماعيين العرب الدكتور جلال أمين ولد في القاهرة عام 1935 تخرج من كليات الحقوق جامعة القاهرة عام 55 ثم حصل على دبلومي لاقتصاد العام والقانون العام من جامعة القاهرة عامي 56 و57 ثم حصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة لندن عام 61 ثم على الدكتوراه في الاقتصاد من نفس الجامعة عام 64 عاد إلى مصر حيث عمل أستاذا للاقتصاد في جامعة عين شمس حتى العام 74 ثم مستشارا للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حتى العام 78 ثم أستاذا زائرا للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية حتى العام 79 حيث انتقل للعمل أستاذا للاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة ولا زال يعمل بها حتى الآن حصل على العديد من الجوائز والأوسمة وصدر له حتى الآن أربعون كتابا منها 32 باللغة العربية وثمانية باللغة الإنجليزية رصد خلالها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في العالم العربي خلال الخمسين عاما الماضية ولذا ينظر إليه على أنه أحد أهم المؤرخين الاقتصاديين والاجتماعيين العرب ولمشاهدين الرغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر تباعا على الشاشة ولكن بعد الفاصل دكتور مرحبا بك أهلا وسهلا أنا قرأت لك كثيرا عن التغيرات التي وقعت من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي كتبت كثيرا عنها خلال الخمسين عاما الماضية لكني أريد أن أركز معك في السنوات الخمس الماضية فقط لسيما وأن حجم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية كان بها كبيرا للغاية كيف رصدت وترصد هذه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة في المجتمعات العربية أنا حركز على مصر التي أعرفها أكثر من غيرها ولكني أعتقد أن في شبه طبعا مع تفاوت الدرجة بين مصر وغيرها من المؤكد أن في الأربعة أو الخمس سنوات الماضية في مصر زادت درجة التوتر الجو تكهرب الجو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أكثر مما كان التوتر قديم في مصر أنا أقول أنه مثلا ابتدى من أربعين سنة على الأقل لأنه السكان بيزيدوا بسرعة والتنمية الاقتصادية بطيقة والبطالة عملة تزيد إلى آخره والتدخم فالتوتر بيزيد والدولة أنا بسميها دولة رخوة ومستسلمة إلى حد كبير للمطالب الخارجية طوال الأربعين سنة الماضية تقريبا أكثر من اهتمامها بالداخل والمواطن والتنمية الداخلية صحيح فكان ده لابد أن ينعكس على حالة الناس اقتصاديا واجتماعيا وعلاقتهم ببعض وكان لابد أن يزيد التوتر إنما صحيح أنه أي واحد بيراقب المناقر اللي بيعصد يلاقي الأربع خمس سنة الأخيرة فيه شيء جديد حصل التوتر زاد البطالة زاد التدخم زاد الفجوة بين الدخول زادت بسرعة أكتر مما كانت المظاهرات يوميا أو الإضرابات الحوادث المرور رهيبة كل يوم في حدث غرق عبارات ناس بتحاول تعبر البحر المتوسط عشان مش لقي الشجر فتغرق كل ده زاد قوي في الأربع خمس سنة الأخيرة فلابد أن احنا نشوف ايه بالظبط اللي حصل قلنا ايه بالظبط اللي حصل ايه الأسباب طبعا طبعا ممكن الواحد يقول دا يا مجرد ترى كم أسباب قديمة بس هو فيه أشياء جديدة حصل ما هي أنا حقول لها حديثك مش بضرورية بترتيب الأهمية بس كما يارد إلى الزهر من أربع سنين تقريبا بالظبط في الصيف 2004 تغيرت الحكومة وجاء ناس رئيس الوزارة ووزراء كتير جداد ما كانوش متوقعين يعني لهم نفسهم كانوا يتوقعنوا بيجو ولا الشعب برضو دي على فكرة مش جديدة لأنه رؤساء الوزارة كانوا بيجو في مصر كأن الشعب المصري بيفتح له ترية يعني يقول يا ترى مين اللي جاي رئيس الوزارة وده شيء غريب قوي إن الشعب ملوش أي دور في اختيار مين اللي حيرأس حكومته بيفاجأ مفاجأ هيقول لك رئيس الوزارة فولاد مهم بس فيه شيء جديد في الحكومة دي إنه كثير من الوزاراء الجدد كان لهم خصائص مشتركة فهم مع رئيس الوزارة بدأ من الواضح أنهم جايين عشان ينفذوا أجندة معدة سبقة سبقة معدة سلفة وأنا بقول الأجندة دي أجندة صندوق النقد دول إدارة الأمريكية ما هي تفاصيل هذه ما هي تفاصيل هذه دي بقى ابتدت يعني كان الواحد ممكن يخمنها من البداية بس ابتدت بقى يوم بعد يوم تتضح لابد أن نقيل لهم أن معدل الخص خصة يجب أن يسير بسرعة يعني بيع القطاع العام بسرعة أكتر بكتير من اللي كان بيحصل قبل كثير أن الحكومة أو الدولة تسحب إيدها من الدعم وحماية الفقيرة بأكثر مما كان نعم الاتفاقات اقتصادية مع إسرائيل همة جدا أهمها في رأيه اتفاقية الكويز في ديسمبر 2004 يعني بعد شهور قليلة من مجيء الحكومة الجديدة ودي على فكرة في رأيه مهمة جدا اتفاقية الكويز الدول يعني طبعا الفتح المجال وتسهيل إجراءات الاستثمار الاستثمارات الأجنبية الخاصة بشدة خلي الأموال الأجنبية تخش غير مش مست السلع السلع فتحنا الباب من السادات نعم دي ابتدت الأجنب وده كان لابد أن ينعكس على حالة الناس من عكاس هذا على الفرد والمجتمع ضروري ينعكس أولا سيبك من ناحية السياسية لأن دي مجرد احنا نتكلم اقتصاد على الاقتصاد الخاص خاصة كان لابد أن يزيد معاها معدل البطار لأن الراجل أو الشركة اللي جاية تشتري شركة مصرية قطاع عام لازم هم بيسموها ترشيد والترشيد في نظرهم طرد العمالة أو تتكون إلى حد كبير من طرد العمالة الموجودة الزائرة نعم كذلك الحكومة بتديلها بتدي الشركات الخاصة اللي اشتريت القطاع العام حرية في التعامل مع موظفينها مع عمالها ما بتديلهمش الحماية اللي كانت موجودة قبل كده السحب يد الحكومة من الاقتصاد لابد أنه يزيد أعباء المعيشة على الناس كلما انخفض الدعم لابد أن تنتفع الأسعار الناس أحست بالبطارة زادت والأسعار عمالت زيد في نفس الوقت ودي مهمة السياسة الجديدة بتشجع على زيادة التفاوض في الدخول لأنه انت بتجيب ناس حساسيتهم للفجوة بالدخول مش كبيرة اللي حينفذلك الأجندة دي هما بطبعتهم وميولهم الشخصية ما يهمهمش الفجوة بالعكس هما بيستفيدوا من اتساع الفجوة استفادة شخصية استفادة شخصية وميولهم وعنين انت جايب ناس منهم أظن ست وزراء لهم مشروعاتهم الخاصة التي تتعلق بالوزارات التي تولوها وبالتالي وبالتالي لابد انه الفجوة في الدخول تزيد والناس بتشوف ده كله فيزدادوا إحباطا وتزمرا في نفس الوقت لما الحكومة تسحب يدها من دعم التعليم تستطيع ان تتصور ما يحدث للجامعات والمدارس الوطنية لأول مرة في تاريخ مصر يضرب أساتذة الجامعات حاجة مؤخرة لما تفتح الباب للجامعات الخاصة وتصبح التعليم مجال مربح جدا للاستثمار من أربع مجالات الاستثمار الخاص دلوقتي انك تنشئ جبع خاصة بتعمل ازدواجية في التعليم رهيبة بتقسم البلد إلى أمتين الحقيقة بتقسمهم إلى أمتين وشوية شوية الانقسام ده بيتكرس ناس درسوا في جامعة أجنبية وباللغة أجنبية وناس درسوا في جامعة وحكومية مستوى التعليم من قفض واحد الانعكس هذا الأمر على العلاقة بين المواطن والدولة المواطن والحكومة المواطن والنظام طبعا لابد أنك تخمن لأنه ناس أحوالهم المعيشية عمالة تتدور وشايفين ناس عمالة تتراكم في يد هالثورات لابد أنه سميع إحباط يأس ضعف ولاء ضعف ثقة شك فيه أن النظام ده بتاعهم أنه بيشتغل مصلحتهم فبيحصل اقتراب ما بين جمهور الناس وما بين النظام وطبعا منها طبعا الرغبة في الهجرة سواء كانوا ناس بيدوروا على الشغل نعم أو ناس مش طيئين المناخ العام كل ده لابد أن يكون نتيجة هناك أيضا طالما تحدثت عن العامل الخارجي كأن هناك ظاهرة أيضا هي ظاهرة العلاقة بين المواطن والنظام والولايات المتحدة الأمريكية تحديد طبعا دي مهمة أول لأنه الولايات المتحدة طرف في الأجندة دي في الأجندة اللي أنا قلتها لحضرة نعم بس المسألة أشمل من كده أنا ساعات الولايات المتحدة بتحمي النظام لأنها لها أغراضها الخاصة أغراضها الخاصة ممكن تلخيصها بسرعة في الأغراض الاقتصادية أن شركتها تخش وتستثمر وتتمتع بمختلف أنواع الرعاية دي واحدة أن إسرائيل تحقق أهدافها بالاتفاقات زي اتفاقات الكويس والغاز والغاز طبعا أضف إلى هذا أن أمريكا منذ حوالي السبتمبر 2001 11 سبتمبر بتعيد ترتيب المنطقة العربية ومصر من المهم لاجب يعني إيمانوت بها أنها تلعب دور مهم ساعات يكون مجرد السكوت يعني تضرب العراق المفروض أننا ما نتكلمش تخش إسرائيل لبنان المفروض أن مصر ما تتكلمش يعني إيه يفتت العراق برضو ما تتكلمش طيب دي مهم قوي أنك إنت لازم تضمن يعني الولايات المتحدة تضمن أن النظام لن يخل بهذه المسؤوليات إذا طيب دي أهداف الأمريكا فالنظام فاهم ده كويس قوي وعينه على ما تريده أمريكا منه لأنه هو مدعوم منها ويشاعر بالغربة بينه وما بين الشعب وبالتالي كل ما الاغتراب يزيد والفجوة بينه وبين الناس تزيد يزداد اعتماده على الخارج فتجري تجري المساومة والكلام ما بين النظام والولايات المتحدة وكأن الشعب في الواقع ملوش في الموضوع ده بيفكرني ما إحنا زيارين كان فيه دعبة اسمها الكلب الحيران نعم اتنين يرموا الكورة البعض وفيه واحد يعيلي بالنص المفروض إنه إذا شاطر يحاول يمسك الكورة يلقف الكورة وعمر ما بيمسكها وبساعات كده يحنسوه زي ما يقول في المصري يقولك شوف الكورة ايه ايه خدها ايه وبعدين يبعثها للتالي أنا بتصور للوضع العلاقة بالنظام والولايات المتحدة لعبة سائرية طيب يا دكتور هل المطالب الأمريكية طبعا ما ينطبق على مصر ينطبق على معظم الدول العربية في هذا الإطار هل المطالب الأمريكية في تصاعد أم أنها استراتيجية سبتة واضحة في الجوانب الاقتصادية في الجوانب السياسي لا هو فيه أشياء سبتة وأشياء متغيرة طبعا فيه أشياء سبتة من ساعة ما أمريكا دخلت مصر من منتصف السبعينات نعم وكان فيه القطيعة الكبيرة لغاية منتصف السبعينات من ساعة ما جاء نيكسون في الزيارة الشهيرة نعم من هذا يعني من خمسة وثلاثة كام خمسة وثلاثين سنة بالزبط أو أربعة وثلاثين تغييرت العلاقة فيه حصل يعني فيه أشياء سبتة إنه فتح بقى ما سمي بالانفتاح ده كان طبعا مطلب أمريكي السلح مع إسرائيل طبعا كان مطلب أمريكي ومصرين عليه التفكك العربي ده مطلب في رأيه مطلب أمريكي ما تكلموش الناس دول يعني ما تعودوش تتكلموا مع بعض ولما تحب تتكلموا قولوا لي أنتوا بتقولوا ايه أو استأزلوا استأزلوا أنتوا بتقولوا ايه فده كله مطالب أمريكية وأعتقد أنها مستمرة لغاية الآن بس فيه حاجات تغيرت أمريكا نعم أيوه نعم أمريكا موقفها دلوقتي في العالم غير موقفها سنة 75 اتغيرت اقتصادها ضعف أصابها وضعف شديد طبعا هي جات لها فترة الانتصار العظيم بسقوط الاتحاد السوبيتي سنة 90 الأواخر الثمانينات وأواخر الثمانينات لكن الاقتصاد عسكريا هي أكبر دولة طبعا اقتصاديا بتفقد مركزها النسبي في العالم لما حصلت حواليس 11 سبتمبر 2001 ظهر وكأن أمريكا تريد إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى الأوراق مرة أخرى وتحاول تعود ضعفها الاقتصادي بأشياء مختلفة منها إعادة ترتيب الشرق الأفضل فأصبح مطلوب من النظام المصري وأنظمة أخرى عربية أشياء ما كانتش مطلوبة منهم قد كده إيه أهم الأشياء دي؟ الأشياء هي أنا أشرت لبعضها إنه لما نعمل كده ما تتكلموش لما نعوز منك قوات معينة تروح في الحتة الفلانية تروح ما تعملوناش مشاكل في إعادة الترتيب لما الإسرائيليين يضربوا في الفلسطينيين ما تتكلموش إلى أي مدى العلاقة دي يمكن أن تستمر بهذا الوضع مع تغييب الشعوب عن أن يكون لها قرار فيها إلى أي مدى ممكن أن تستمر طبعا الأمر ما متوقف على شيئين؟ الوضع الدولي بيتغير أو لا؟ هذه واحدة وهل في حركة اعتراض قوية من الداخل أم لا؟ يعني كل ما بان إن هذا الذي يتم أو يجري بيقابل معارضة جديدة في الداخل طبعا ده ممكن يعطل الأمور بعض الشيء فيتوقف على مدى قوة المعارضة؟ وكلا الأمرين مش متوفرين المعارضة ضعيفة ومشتتة والظرف الدولي أيضا المقاومة بيتقابل بالأمن والأمن عمال يقوى والمقاومة مهما ولو إنها زادت بشدة في الخبز السيد اللي فاته إنما واضح إن الأمن كمان بيتصرف بشراته إنت حضرتك تحدثت عن أو ألمحت إلى العلاقة بين الثروة والسلطة كيف ترصد هذا التزاوج القائم بين الثروة والسلطة؟ أظن هذا التزاوج والتحالف الوثيق جدا منهم اللي هو عمال يزيد في العشرين سنة اللي فاته وزاد بشدة في الخمس سنة اللي فاته دي نتيجة طبيعية لعدة أشياء منها إن الدولة رخوة وبالتالي تغري أصحاب المال بالقفز عليها يعني الدولة مش قوية المال لم يكن يجرؤ على إدنه يتزوج من السلطة في الستناء وكان تجرؤه على السلطة قبل الثورة حتى ضعيف إنما ابتداء من السبعينات الدولة بقت رخوة بقت ضعيفة لعدة أسباب فده شجع المال على إنه يتزوجها أضف إلى هذا مش بس رخاوة الدولة شمولية الدولة المدهش في النظام المصري إنها دولة رخوة مع شمولية يعني بتتدكر في أشياء كتير قوي وفي نفس الوقت ضعيفة يعني مثلا الصحافة مؤممة الصحافة دي مش صفة يعني مش من سمات الدولة الضعيفة لا الصحف المهمة ملك الدولة فطبعاً ده يسمع إنه اللي بيرأس صحيفة يتزوج مع السلطة مش كده عشان يرتب طب إحنا عندنا الآن زواج الأمن مع السلطة زواج السروة مع السلطة زواج الوظائف العليا مع السلطة صحيح تأثير ده إيه على الجانب الاجتماعي والاقتصادي في منظومة الدولة؟ أولاً هذا التزوج بيقوي الطرفين بيقوي أصحاب المال لأنه بيضيف إليهم النفوذ بيقوي السلطة لأنه بيبقى معها فلوس تصرف وتأثيره على المناخ العام سيء جداً لأنه بيزيد الاقتراب وبيزيد الإحباط وبيزيد الفساد لأنه هو زواج السلطة مع مع السروة ده هو نفسه يعني جوهر الفساد أنت الآن تكتب عن الفساد بشكل أساسي واخد الفساد من قبل الملك إلى اليوم يعني أكدر من ستين سنة تعرضت للفساد إيه المرتكزات والأسس اللي بيقوم عليها الفساد؟ أنا في المقالات اللي كتبتها دي ومكتبها كنت عايز أبين أصل الناس الشعور الشديد قوي بالإحباط ساعات لما تقرأ لما تقرأ تشوف التعبيرات عنهم وكأن المصريين أصابهم يعني كأنهم فيهم ضعف أساسي أفرز هذا الفساد أنا عايز أقول أنه في عبر الستين سنة اللي فاتوا دي كان فيه أوقات حلوة قوي بالضحية تقلت الفساد وأوقات سيئة قوي وأنه فيه بتغير الظروف بيتغير لكن الوقت اللي احنا فيه ده من أسوأ مناخ سيء جدا لتنمية الفساد هي بالضبط أنا شبهتها الميكروبات موجودة في كل حتة بس فيه مناخ يشجع على تكاثر البيكروبات وفيه مناخ يقتلها أنا بقول أولا الفساد بيزيد لما الدولة تبقى ضعيفة ويزيد لما تكتر سلطتها مع ذلك وتزيد لما الانتماء يضعف يعني أنا فاكر وكنت واعي في الخمسينات والأربعينات كان الواحد اللي يثبت عليه رشوة يعني كان على وشك أنه يموت نفسه لأنه الاحتقار الذي بيقابله من الناس شديد لدرجة لا يستطيع أن يتحمله المناخ لما يبقى فيه انتماء يعني الناس يقول لك ما يصعقش تعمل كده ما يصعقش تعمل كده والناس مثلا فقرة ولا لو أنت في وظيفتك مرتاح في وظيفتك دلوقتي هذا الخجل راح وأنا بسأل نفسي الخجل راح ليه أحد الأسباب إن الشعور بالانتماء كل واحد بيدور على قضيته الخاصة رئيس وزراء تركيا رجب الطيب أردوغان قبل عام ونصف تقريبا حورته حول مرور ذكرى الساعة ثلاثة نوات على تولي السلطة قال أنه استطاع من حربه على الفساد في تركيا أن يوفر لميزانية الدولة خلال ثلاث سنوات فقط سبعين مليار دولار لو قامت حرب حقيقية على الفساد في مصر تتوقع ما هو الشكل التغيرات التي يمكن أن أنا حتى مستغرب السبعين مليار دول قليلين لازم الفساد ما كانش كبير قوي في تركيا لا هو كان ضح لأنه طبعا في مصر ممكن توفر أكثر من كده بكثير وممكن أثبتها لك بسهولة خالص لأنه شوف الأموال التي هربت إلى الخارج ودي بلايين الدولارات التي هربت لفساد ضد القانون شوف القروض اللي أخذت من البنوك بدون ضمنات وده فساد شوف الأراضي اللي اشتريت بأسعار بخسة ثم ارتفع سعرها أضعفا مضعفة بسبب على ارتباع الصد شوف الشركات القطاع العام التي بيعت بأقل من قيمتها الحقيقية ده كله شوف البزخ الاستهلاكي الذي ينفقه الوزراء والكبار الموظفين بدون أن تتناسب هذا مع حالة البلد يعني يستلم وظيفة يروح مجدد مكتبه مثلا بمليون جنيه مش ده برضه مش ده فساد أنا أعتقد اللي أحسن ما نقيسه بالأرقام نقيسه بحاجة تالي يعني مش نقول كذا مليون أو كذا بليون نقول قد إيه كان لو إحنا كفحنا الفساد قد إيه كان ممكن نحقق تنمية أسرع ما تتصورت أنك تضاعف معدل للدخار والاستثمار في البلد بما توفره من محاربة الفساد أنا أعتقد أنه الأسر الإيجابي خيالي مصر تملك المقدرة لكي تقوم بهذه النقلة طبعا لو لا هذا لو لا اللي إحنا بنتكلم عنه ده لو لا الفساد لو لا الفساد ولولا البزخ الاستهلاكي الرئيب مرة اقتصاد جبير أرسل لويس بيقول الدولة اللي بتنفق هذا هذا الكم على السلاح مهما كانت دولة متخلفة تستطيع أن تعمل تنمية عظيمة أنا بقى عايزة أقول لك مش السلاح شوف الأفراح بننفق عليها شوف السيارات اللي ماشية في السوارع شوف الشباب السغير بيصرف على إيه ده كل ده من طبعة النص في المية طيب وهي نص يمكن في العدد بس في السوارع ضخمة جدا أيضا هناك إفراز ظهر خلال الفترة الماضية وهو الفقر وأنت رصدت الفقر في كتاباتك معظم الكتب رصدت الفقر وكتبت عن الفقر الفقر الآن في خلال السنوات الأخيرة ما عادش فقر الفقراء وإنما أصبح فقر الذين كانوا يحسبون على الطبق الوسطى أخذ الجامعة أصبح فقير الطبيب أصبح فقير المهندس أصبح فقير كيف ترصد ظاهرة الفقر؟ أسمح لي أسمع الإجابة بعد فاصل قصير نعود إليكم بعد فاصل قصير لمناقشة هذا الحوار مع الدكتور جلال أمين حول التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في العالم العربي خلال الفترة الماضية فقهوا معنا شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 أهلا بكم من جديد بلا حدود من القاهرة ضيفنا هو الدكتور جلال أمين المؤرخ الاقتصادي والاجتماعي العربي المعروف نتحدث عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالعالم العربي خلال السنوات الأخيرة دكتور كان سؤالي لك حول الفقر وأشكال الفقر الجديدة وزحف الفقر على طبقات في المجتمع لم تكن تحسب على أنها طبقات فقيرة الفقر تغير شفيا مصر ما بقاش زي زمان أنا أذكر الفقر قبل 52 كان مدقى صحيح لكن ما كانش فيه المزلة ما كانش مقترنا لم يكن مقترنا بدرجة الزل الذي هو يقترن بها الآن الأصد من هذا أذكر أنظر إلى منادي السيارات أو المفتد أو الكومسري الكتار أو البنت اللي بتشتغل جارسونة أو في مطعم وشوف معاملتهم ملك شوف الشيال مثلا في محطة الكتار شوف نظرتهم إليك شوف حتى عسكري البوليس الصغير وهو المرور وهو بيحاول يتودد إليك ويتقرب منك عشان تدينه وبقشيش بسيط شوف التعبيرات اللي موجودة على وش ما كانتش موجودة زمان وتفسيرها هي تفسيرها إنه الفقير في مصر فقد احترامه لنفسه بدرجة أكبر بكثير مما كان الفقير زمان إيه السبب؟ إيه السبب؟ السبب عدة أسباب منها إنه التضخم بقى رهيب جدا وإنه كان عنده طموحات بيغذيها باستمرار الإعلام والتلفزيون إلى آخره وكان عنده طموحات ولدتها فترة سابقة أفضل إن الولاد لما يتعلمه حيبه أحسد فهو عنده أمال ولاده دخلوا المدارس ويمكن بعضهم دخلوا الجامعة ومش عارف مش عارف يلبي احتياجات طلبتهم فهو خايف يتعرض لاحتقار من أسرته حتى لو فشل في تلبيت مطالبهم ما كانش الشعور ده موجود زمان فبيبقى الفقر قاسي جدا طب الآن الطبقات يعني أسدس الجامعات يقولون أنهم غير قادرين على هلبيت ده ده نوع اللي أنا اتكلمت عنه ده للطبقات الدنيا الطبقات المطسطة خايفة من التدهور هو مش ضبط فقر هو بمعنى من المعاني فقر أيضا إنما خايفين أن التدخم اللي بيحصل ده عمال يشدهم إلى أسفل السلم الاجتماعي ودي قاسية جدا على النفس كمان لأنه هم كانوا فاكرين أنه متى بقى دكتور أو متى مدرس في الجامعة انتهت المشكلة أنا أبويا كان في رأيه وجيله كله كان أول مولاده ياخد شهادة جامعية انتهت المشكلة إلى الأبد وكانت كذلك بالفعل وكانت كذلك ويطمئنه إلى الأبد دلوقتي ممكن تتخرج وتأخذ دكتوراه وتأخذ وظيفة شكلها ممتاز وتبقى تعبال اقتصادية هل يمكن إيقاف زحف الفقر؟ لا يمكن وقفه إلا بما يمكن أن نسميه تنمية حقيقية لأن اللي بيحصل دلوقتي في معظم البلاد العربية ليس تنمية حقيقية إما الإيش؟ انت سمتها في مصطلح سمتها تنمية مزيفة هي تنمية مزيفة وفي كتاب قديم سمتها تمدين الفقر يعني تدي منظر متمدين والحقيقة فقر الفقر مستمر والصورة من بره إن في مدنية وفي حضارة في الشكل إن تمشي في الشوارع ويتقول ما شاء الله دا الناس معها فلوس والدينية اه وشوف الناس بتصرف تقول الفلوس ايه دا البلد فيها فلوس كتير قوي وشوف أسعار الشؤى المعروضة تقول يا سلام دي البلد نقضت وبعدين بس تترك القشرة السطحية دي تلاقي الناس وقفة على مخابز العيش بموته بعض نعم دي محلة ببعض الأسئلة الدكتور رقف عكاشة من القاهرة سؤالك يا دكتور ايه فندم سؤالي للدكتور جلال الحقيقة هل ألسياته أنه يلقي يلقي نظرة على الكيفية اللي تم بها عملية الخصصة في ألمانيا الشرقية بعد الوحدة سنة التسعين إذا ما كان هناك تمت مقارنة بين ما جرى هناك وما يجري هنا أشكرا جدا شكرا لا أنا يعني أنا مش متخصص في ما يحدث في أوروبا الشرقية بس أستطيع أن أخمن الفارق بين هناك أنه سيادة القانون هناك حتى رغم طول الفترة الشيئية سيادة القانون لها احترامها واعتبرها أكثر بكثير من عندنا وبالتالي إذا حصل بيع للقطاع العام هناك الذي أتوقعه أنه يتم لشروط محددة وتحت لقابة معينة ودرجة معينة من الشفافية للأسف ما هياش متوفرة هنا ده اللي أنا أتوقعه ممكن أو يكون حصل الأشياء حتى في روسيا نفسها بيتكلمه على فساد في عمليات الخصصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مؤكد إبراهيم يحيى من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لأول مرة أشاهدك في برامج تلفزيونية وأنا مفصوط أن أنا مع حضرتك في البرنامج دوت أهلا بي وأحب أشكر كنات الجزيرة سؤالك السؤال يا فندم أنا ليه تعليق بسيط أن الفساد دايما بيقولك يخلص السلم من أعلى هل الناس تعمل إيه في الفساد المستشري في البلد دلوقتي كل حاجة فيها فساد تعالوا عندنا شو في البلد عملي شكرا يا إبراهيم الفساد مستشري أو متوحش المشكلات أصبحت متوحشة طيب السؤال هو عمل بالضبط وده سؤال كبير قوي وده سؤال كبير قوي ما الذي يمكن أن يثني أصحاب القرار عن هذا السلوك الذي يستمر في تشجيع الفساد طبعا الإجابة الجهزة الديموقراطية طب تجيب الديموقراطية إزاي الرقابة والشفافية طب تحققهم إزاي وإنت ضعيف الحيلة قليل الحيلة أو ليس لديك رغبة؟ لا طبعا الناس تتكلمت على آه طبعا اللي فوق ما عندهمش إنما جمهور الناس طبعا عندهم رغبة بس ما عندهم كيف يستطيع الناس على المستوى الفردي أن يحاربوا الفساد؟ آه قبل ما أجاوب على السؤال كان أحيانا بختم محاضراتي في التنمية بقولي المشكلة في النهاية تتلخص فيه وده يصلح في الإجابة على السؤال ده نعم إنه أصحاب القدرة ليس لديهم رغبة وأصحاب الرغبة ليس لديهم قدرة ليس لديهم قدرة هي في الواقع هي دي المشكلة كلها في الواقع وطيب وتحلها إزاي سؤال حياتك كان إيه بزراء؟ سؤالي على يعني كيف يستطيع الأفراد كيف يستطيع المجتمع الأهلي المجتمع المدني أن يحارب قضية الفساد ومع استشراعه تعالوا يعني لا ننكر فضل الناس اللي فعلا فيه حركات نبيلة جدا بدأت خصوصا في الخمس سنة الماضية لمكافحة الفساد فيه حركة في مصر حكاية لا لبيع مصر نعم ودي نكحة وفجرت مشروع مثلا عمر فندي نعم وبنجاح كبير أنا في رأينا خوفت الحكومة وفيه حركة ممتازة في الجمعة أنه تحقيق الاستقلال الدكتورة بلغار الدكتورة بلغار تحقيق درجة من الاستقلال معقولة للجمعة وعدم تدخل السلطة في اختيار العبار يعني تجزيء الفساد وتجزيء القضايا أنا ميال إلى هذا أنا ميال إلى أنه بدل الموجهة العنيفة هتقول الفساد كله هتصطدم لكل حاجة لا مش هتعمل حاجة لكن خد جزئيات صغيرة واشتغل عليها أنا أحب أفكر المشاهدين وأصلت ناسة الحكاية دي أي في أواخر القرن التسعتاشر الأصحاب الميولو الاشتراكية في بريطانيا ما عجبهمش فكرة الثورة نعم الماركسية أو الشوائية وقاله الأحسن إن إحنا نحاول نواجه قضية بقضية ونمشي بالتدريج ونكسب مواقع متتالية دي الجمعية الفابية لأنه نسبة إلى قائد روماني قديم كانت الاستراتيجية بتاعته ما يخشش مع العدو في مواقع شاملة لا إن الأحسن يعد ياخده يستدرجه في قضية بعد قضية يضعفه ويحقق الانتصاب أنا ميال إلى أنه يعني كل الناس اللي شايلين السلم بالعرض دول مش هيجيبه نتيجة يعني أنا أشك أنه هيجيبه نتيجة لكن التجزيء هذا مهم أنا أعتقد أنه ممكن يجيب فايدة غير أنه كمان كل ما ده بتكسب ناس جدار صحيح من الفئات المختلفة التي تهموها هذه القضايا لأن إنت لو قلت الديمقراطية ممكن الشعب ماش مهم عنه لكن لما تقول الآن توفير الرغيف جمعية توفير الرغيف وهاكذا أنا حطرة يعني مثلا تقول حماية اللغة العربية واخر ملاي لازم نحميها من الفساد اللي بيحصلها دي الإصلاح برامج التلفزيون وهكذا لأنها مسؤولة عن الشاكل وهكذا ممكن تاخد معارك صغيرة وتحاول النجاح فيها ويمكن دي تجيب نتيجة يعني تفتيت المعركة صحيح مهم صحيح أحمد عبد الحميد من القاهرة سؤالك يا أحمد 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 عرفة من القاهرة سؤالك يا أحمد السلام عليكم عليكم السلام بقول لها حددك بالنسبة أحمد عرفة انقطع الاتصال على بلاد العربية أخرى لم تحقق انتصارا وتقدما حقيقيا إلا لما كان فيه توازن دولي ما كانش فيه فراد قوة عظمى بالسلطة محمد علي نجح ممكن تفسر نجاحه في مصر بأنه إنجلترا وفرنسا كانوا واقفين وجها لوجه الند للند أول ما بريطانيا استفردت بالعالم سقط أو قويت بشدة بالنسبة لفرنسا سقط محمد عبد عبد الناصر عمل شيء مماثب طول ما كان فيه روسيا وأمريكا متوازن فيه توازن بينهما حقق انتصاراته بمجرد ما حصل الوفاق بينهما في أواخر الستينات حصلت هزيمة سبعة وستين وكأن الاثنين الكبار دول قالوا سيبونا احنا للعرب نعمل فيهم اللي احنا عايزين وانتي تعملي في الشيكس الباكية لأنه تقريبا في السنة التالية مباشرة دخلت الدبابات الروسية في كسلوفاكا نعم انا قصدي انه فيه امل كبير انه شيء قد يحدث هناك يأس الناس تعيش فيه بسبب بسبب احد الاسباب تسلط قوة واحدة وانه مفيش شيء بيوزنها هل الضعف المتزايد في الاقتصاد الامريكي والوقوف التصدي له من اوروبا من ناحية من روسيا ومن الصين يمكن ان يجرب لنا مناخا دوليا اصلح لاتقدم ممكن بس ده يكون وقت ايه محمد عبد الحميد من القاهرة سؤالك يا محمد السلام عليكم عليكم السلام سعيزة سأل الدكتور جلال هل فيه مخاوف عند بعض المعنين بالامر في المجتمع المصري من ان يبقى مستقبل مصر شبيه بمستقبل دول مجاورة زي مستقبل عراق فهل ده ممكن يحصل ممكن يحصل فوضى عارمة ولا الموضوع ممكن يتحل بطريقة متحضرة وتؤدي شكرا لك يا محمد شكرا طبعا ده سيناريو يدعو للاكتئاب الشديد طبعا وانا ميال الى استبعاده انه مثلا يحصل تفتيت لمصر كما حصل للعراق اظن مستبعا لانه مصر دولة متمسخة من قديم الزمن اكتر من العراق ادي من ناحية ومن ناحية تانية انه من سوء حظ العراق ما لديها من صروة البتروك احنا عندنا صروات اكبر من العراق في مصر في كل شيء عندك صروة انسان صروة موقع استراتيجي اه بس مش ده اللي هو له جاذبية شديدة لهم الان الجاذبية الشديدة عشان يقو مركزهم ضد الكتة للمنارة وبعدين زي ما حضرتك قلت ده هما بيروحوا يعرضوا حتى هما بسوطين كده عايزين زيادة فهو يجي ليه ويتعب حالهم اه لا انا اعتقد تفتيت مصر يمكن صعب شوية راجي احمد من القاهرة سؤالك يا راجي ايه السلام عليكم عليكم السلام اه سألت دكتور بس ما مدى تأثير الفساد الدولي يعني فساد الاقتصاد الدولي او فساد الاقتصاد الامريكي على وجه الخصوص اه يعني بيأثر ازاي او بيصدر لنا الفساد الى المنطقة العربية الوطن العربية المنطقة العربية ومثلان المصر ومثلان شكرا ليك والله الملاحظة صحيحة ومهمة لانه فيه معرفش مين اللي قال اظن مالك ابن نبي اه الفيلسوف الكاتب الجزائري الكبير قالك ان احنا عايشين في عصر الاقتصاد اه انا اعايز اعدلها شوية احنا عايشين في عصر المال مسيطر بشدة بالمقارنة بالخمسيسة الابلية وبالتالي الفساد فعلا بينتشر مش بس في الولايات المتحدة وفي اوروبا وفي كل العالم بدرجات متفاوتة لكن لما يكون فساد في ظل قوانين ونظم بيبقى شكله مختلف بس على فكرة حتى الاصحاب المال وطريقة تحايلهم على القوانين في الدول الصناعية مش بسيط انهم يتحيلوا على القوانين ويتدخلوا في تعيين القضاء وبدرجة اكثر مما نتصور الشكل اجمل من الحقيقة فطبعا لما يزيد الفساد لما تكون الشركات الامريكية وغيرها مستعدة لارتكاب الفساد طبعا بيلاقوا ان افساد المصريين عملية بسيطة جدا دكتور حمد الحديدي من الخير سؤالك دكتور مساء الخير فانت مساء الله بالخير يسيط كنا هدين رأيي الدكتور جلال في الدعوة للإدراب يوم الحد القادم اللي هو ستة ابريل هل يعني ايه مدى ايه تأثيره يعني هل يجب المشاركة فيه ده عمل وطني ولا مش وطني ونتائجه يعني هناك دعوة دعت لها كثير من الحركات في مصر الى ان الناس تبقى في بيوتها لاشعار الحكومة بالخطر الداهم الذي يعيش فيه الشعب هو اضرب نوع من اضرب سلمي يعني ليس فيها ان الناس تعبر عن غضبها بالبقاء في بيوتها مايروحوش مدارس مايروحوش اعمالهم ماينزلوش الشارع يحسسوا البلد ان الشعب المصري كله غاضب على ما يتم انا لا استطيع ان اعترض على هذا بس انا بشعر بمسؤولية انا اقول ان المناخ غير مساعد المناخ غير مساعد انك تقدر تعبق عدد كافي من الناس انهم يقوموا بيقازي العملية اظن مش مساعد انه يعني في ظروف اخرى كان ممكن تجيب نتيجة يعني قضية المناخ دايما مهمة حضرك بتركز عليها المناخ والظروف مهمة لنجاح اي شيء ممكن انك تسعلي رضا عبد المقصود من القاهرة سؤالك سؤالك اهلا مدير الحمد لله سؤالك السؤالي ان الدكتور بيقول ان اتكلم عن الفساد وكل الفساد اللي موجود في البلد لكن مفيش في معالجة للفساد شايفينه من كلام الدكتور المناخ مش مناسب الفساد بيزيد وده كلنا كمصريين شايفينه انا بس برجوه لي طلب واحد عنده ان يوجه للحكومة المصرية اللي كل شيء بترتبه حتى الاعتصام في البيوت اللي بيتكلموا عليه منظم ومرتب مع اجهزة الامن يعني تحت السيطرة مش حاجة خرج عن السيطرة ولا اقراضة شعب طب خلينا يا رضا نبقى في اطار شكل حرم احنا عايزين بس طلب من الدكتور انه هو يقول للحكومة بتاعتنا او اصوات الحق في العالم كله يقول للحكومة بتاعتنا وفروا لهم زكاة المال اللي عند الاغنية الاغنية تدي للفقير زكاة المال بس عشان نلتقر في العيش شكرا يا رضا القضية مش قضية انك تقول للحكومة من الناس بحى صوتها للحكومة لكن هو عنده شق هنا حضرتك المحت ليه وهو كيفية التحرك ضد الفساد وقلت يجب تجزيء المسألة والعمل وفق الجزئيات وليس وفق الكليات اريد ان اسألك عن الدور الاساليب المتاحة الاساليب والوسائل المتاحة يعني مثلا هم عرضوا الان وسيلة عملية الاعتصام في البيوت يوم 6 ابريل الاساليب المتاحة الان للعمل على ايقاف هذه الوحوش التي تلعب دورا خطيرا في عملية التغيير الاقتصاد والاجتماع في العالم طيب الكتابة وسيلة نعم ولو ان طبعا جرائد المعارضة عليها قيود شديدة نعم الكتابة وسيلة التظاهر وسيلة التجمع المهني في القضايا كل قضية يتصدى لها مهنيا مهنيا ومن المهمومين بها نعم يعني مثلا لما نلاقي ان الحكومة عايزة تلقي الدعم الرجيم نوجه نعم نتصدى له بس مرة اخرى اؤكد على انه معاملة قضية بعد قضية لوحدها بدون اصارة شهرات عامة اكثر من ذلك دكتور جلال امين المؤرخ الاقتصادي والاجتماعي واستاذ الاقتصاد في الجمع الامريكا في القاهرة اشكرك شكرا جزيلا كما اشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الختم انقل لكم تحياتي فريقي البرنامج من القاهرة والدوحة وهذا احمد منصور يحييكم بلا حدود من القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة